مدينة الرستان 22-03-2014 أريكم العافية شباب مبارحة قتل البوطي بجامعة منطقة المزرعة بالشام شو رأيكم باللي صار؟ رأينا أنه مزرعة أمنية وأمن محاوطة وجامع يعني مستحيل أنه شباب من عنا تضروا للجامعة يعني أخلاقنا وديننا ما مسمح لها شيء بداخل مسجد أخلاقنا وديننا نحن مات يعني رأنا على الأمر هذا أنه ندخل على مسجد نقتل حدي بقل المسجد نحن نصفي برات مسجد إذا كانوا أنه عنده شيء بس هذا البوطي قتله النظام لماذا؟ لأن النظام أو بالأحرى البوطي حس بنفسه بحاله وراجع نفسه أنه غلطا أنه ماشي على الطريق غلط فعندما حس النظام أنه بدي حكي قلمة صح البوطي قام صفا طبعا من نسبة الإسلاح اللي عم يصول بيصول عساس من فرنسا وبيطانيا على الجيش بحور الإسلاح يعني عندما حسد الدول الخارجية الأوروبية أنه الثورة راح تنتصر بإذن الله وبعونه يتعالى فطنة تبعت الإسلاح برأينا نحن لو أنها بعتها بالأول بالأول يعني ما كان صار فينا يهصار وما صارت هالمجازر وهالحكي هذا كله ما صار يعني بتجي طيار تلميك بتسوي هيك راح وخمس ستين شاي معاها نحن بدنا سلاح بس على أقل موضوع أنه موضوع بدنا نحن مضاد طيران أهم الشي مضادات الطيران الطيارة لما عم تجي عم تسوي مجازر طبعا أنتم مدنيين يعني أم تحكوك بيصفتكم مدنيين 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 يعني أنت بشوفوا الجيش الحر عم يحاول القدر يمكن ولكن مشكلة النوع بسلاح النوعية أكف أثقل السلاح بالجيش الحر هو بمدينة الرسلن هو رشاش الدوشكا أكف أثقل السلاح هذا لا راجمت صواريخ لا شي لا شي يون أثقل السلاح شو تجري سالة بشار الأسد بشار الأسد العالم عنده عبارة عن أي واحد عند بشار الأسد عبارة عن صباط أمت من عباله بشيله بكبه يعني هل من نسبة للموالين له ناي بالنسبة للكل تبع بشار الأسد كل شي بيقول أنا من جماعة بشار الأسد من شبيحته من كلابه بشلحوا بكبه أمت من بده أكبر دليل البوطة ماشي يعطيكم العافية شباب مدينة الرستان وراء مارا مدينة الرستان 223